بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسامة أشرف المنسلين سيدنا محمد المقالات والصحب الأجمعين طبعاً اليوم راح نتكلم عن برنامج اسمه برنامج البروكروفس طبعاً هذا برنامج معروف في استخداماته العديدة ومن أشهر استخداماته هو صنع الاختبارات أو بما يسمى الكوز ميكر طبعاً هذا الموقع الرسمي ندخل عليه الشاشة راح تكون موضحة عندنا بهالطريقة هني المنتجات هني المدونات هني المدونات هني مثلاً في إعلان أو ما إلى ذلك هني الـ هني طبعاً الحساب مثل ما أنتم عارفين إننا إحنا لازم نسجل أنا بطلع الحين من الحساب اللي أنا مسجله فيه عشان أوريكم log out نسوي شذي أول شي راح يطلع حق أي شخص شذي راح يطلع له بهالشكل فإذا ما عنده حساب طبعاً بشي بديه راح يضغط على sign up free عنده حساب سيدة راح يدخل على log in راح يضغط حساب اللي هو سجل بي جدنا نضغط على log in شدي إحنا سجلنا شدي إحنا بهالطريقة سجلنا في الموقع إحنا أورادي من قبل نسوي لنا أكاونت بس سوينا تسجيل دخول طبعاً هذه المنتجات كوزز في الترينيج أرفع كورسات في knowledge base سوفتوير في السورفي لها الاستبيانات الاستبيانات الإلكترونية عمل بروجيكت إدارة برمجيات لإدارة المشاريع الفتشات فلاش كارت البراين جيمز البولز ستور كل هذه هي منتجات لبرنامج أو تقدمها لنا برنامج طبعاً من أشهر الشركات اللي شاركت اللي تستخدم هذا البرنامج يالي DHL Cisco Dell Sony شايفين هنا التوضيح أور سوليوشنز هني مبين لنا طبعاً The Quiz Solutions حك شنو بالأساس تحلمها Education Assessment Software تقايم تعليمية Computer Based Assessment تقايم تعتمد على الحاسوب Assessment Software برمجيات التقايم Cadeer Assessment للوظائف Exam Software الاختبارات Online Teaching Software هم تدريس راح يكون Online Facebook Quiz Maker أقدر يعني الكوز أخلي على صفحتي في Facebook Student Assessment تقايم الطلبة Online Test Maker Personality Quiz تقايم تقايم اختبارات شخصية هذه بالنسبة حق القوز سوليوشنز جديد منها حق الموظفيين في منها الكورسات لعني الزيز تدريب لل تدريب لل الزيز تدريب لل حسنا؟ حسنا؟ نضغط على البرنامج سنضغط على البرنامج نضغط على البرنامج فقط لا غير لعمل الاختبارات لكوز سوفتوير هنا سنضغط على البرنامج نضغط على صفحة هاني طب رح تضع المنثرة بهذه الطريقة فهن شمز رح نضغط على ماذا؟ رح يقول كل هذا نبي edit and manage أنا كل الأشياء كانت ميزات تقدمها برنامج فانش راح اضغط هنا راح اضغط على البيض الي هو انا بسوي امتحان او بسوي اختبار رح تطلع لي الصفحة بهذه الطريقة رح تطلع لي الصفحة بهذه الطريقة اوكي هني بولي تابين create a scored quiz create online quiz exam or trivia each question has a right wrong answer example do you know class 5 ما إلا ذلك يعني أسئلة عليها عليها تقاييم create personality quiz هني مثل اختبارات شخصية make a quiz to reveal the quiz taker's personality there is no ما في أي خطأ او صح مجرد انها تكون أسئلة يعني مثل يأخون آراء الغير create using question banks هني تكون من بنق الأسئلة مأخوذة من بنق الأسئلة create online tests using using one يعني one hundred thousand above ready made questions from our quiz library من المكتبة نفسها الموجودة في الموقع بس أنا مجرد أني أخذ الأسئلة من هذه المكتبة اللي في الموقع من بنق الأسئلة اوكي هني يعطينا نبذة عن create a scored quiz هني طبعا يعطينا example عشان الواحد يفهم عشان المستخدم يفهم حق يعني كل اختبار وشنو شنو طريقة استخدامه او ليش احنا بالنسبة لنا راح نستخدم راح نستخدم راح نستخدم اول نوع اللي هو create a scored quiz اللي يكون أنا اللي حاطة الاسئلة وراح يكون عليه مثل درجات او تقايم ضغطنا عليه بهذه الطريقة اوكي راح تطلع لي الصفحة بهذا الشكل راح تطلع لي الصفحة بهذا الشكل هني على اليسار نرجع حق الشكل الطبيعي راح تطلع لي على اليسار هني multiple choice اختيار متعدد الـ check books اوكي الـ fill in the blank الـ true or false الـ say question الـ matching هني الـ other options مثل شنو manage points reorder questions يعني هني arrange questions in any order ارتب الاسئلة على حسب يعني الطلب طبعا اوه شي انا راح استخدم انا راح استخدم من multiple choice وهني طبعا الـ create settings الاعدادات راح نشوف استخداماتهم بشوي الـ share انا عقوب مأسوية للاختبار ابعد الزوين هني الـ reports يبين لي درجاتي وهذا درجات يعني يبين درجات الشخص اللي يختبر الـ preview طبعا يورريني الاختبار اللي انا سويته خلنا ندخل على multiple choice ندخل على multiple choice راح تطلع لنا الشاشة بهذا الشكل راح تطلع لنا الشاشة بهذا الشكل راح يودينا على هذه الصبحة هني طبعا شوفوا معاي هني راح يحط السؤال راح يطلع لنا هذا الشريط به الشكل هذا هذا حق الخط يكون bold هذا يكون ماءل هذا يكون تحت خط هني المحاذات هني المحاذات عفوا هذه كلها اشياء تهم الخط مثل اي برنامج ثاني مثل الـ Word مثل الـ PowerPoint مثل الـ Office بكبره هني طبعا Upload image Upload image يعني انا ابي احط صورة حق السؤال اضخط تجيب هالشكل هني طبعا شايفين الـ image library يعني بالمكتبة والصور نفسها اقدر اختار اي صورة انا ابي مثلا هذه ما بي ما بي من image library اروح حق الـ Upload اختار Browse من الكمبيوتر من جهازي الشخصي اختار الصور من جهازي الشخصي واحط open cancel او مثلا search اضغط على search و اختار من المحرك البحث شوفوا معاي و نضغط مثلا على اي عنوان search for google images هو النت شوي بطيء بس هو مفروض انه يطلع قد في حال ابي الصور كاف طلعت عندنا الصور في حال ابي الصور من الانترنت او في حال ابيها مثلا من library جاهزة من جاهزة عندي upload طبعا من ملفي اضغط على browse من جهازي الشخصي الصور المخزنة عندي في جهازي الشخصي هذا بالنسبة للصور احنا خلينا من library وحطينا اه وهني عندنا هني عندنا كلمة edit image كلمة edit image في حال انا بعدل في حال انا بعدل على الصورة بضيف عليها ناس بضيف عليها ناس بضيف عليها ناس اقصها مثلا اعيد تدويرها هذه كلها تعديلات على الصورة في حال انا تم التغيير وخلصت واتفقت على التغيير اللي انا ابي اضغط على كلمة edit في حال انا ما ابي اكانسل اوكي اه في حال انا بخلي الصورة رسمة ايه مثل ما ايه محضوطة اضغط على كلمة done اضغط على كلمة done انا حطيت الصورة هذه اجني طبعا هذا الصندوق او هذا البوكس اضغط لي السؤال للأسئلة طبعا راح تكون كالتالي هالسئلة مو جاهزة مو من البنك راح تكون مني انا فراح اضغط شدي اكتب اسوي typing it's defined it's defined it's defined as 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 this this is this is this this بخلي حكي بثالتر of how the internet works and clue concluding methods for connecting to it and the role and the 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 الثاني الاختيار الثالث الاختيار الرابع في حال انا ابي اختيار خامس اضغط على كلمة add new option ما ابي شنو اسوي اروح حق العلامة العلامة هذي علامة الحفف او delete اضغط هذا الشكل طبعا انا بالنسبة لي راح يكون عندي يعني بناء على وضع الاسئلة راح تكون عندي بس ثلاث اختيارات فاضغط على هذا الاختيار الرابع نفس نفس الشيء اسوي لا delete ما ابي اهني نفس الشيء مثل ما انتوا ملاحظين ان في علامة على الصورة علامة على الصورة في حال انا بحط صورة للاجابة نفس الشيء اهني upload اهني image library اهني search اهني من جهازي الشخصي صور مخزن على جهازي الشخصي اوكي اهني image library من الصور الجاهزة عندي اوكي اهني search يعني مثلا من جوجل من محرك البحث جوجل اضغط على اسم الصورة اللي انا بيها وتطلع لي واختارها في حال انا بعدل اضغط على ادة image واشوف التعديلات مثل ما قبل شوي شرحتها اوكي واحط علىها done مثلا اول نختار هاته مثلا من google search اضغط على ادة image واشتطلع بها الطريقة اضغط على ادت المجي اضغط على هالتعديلات اللي انا ابيها في حال انا استقررت على التعديلات اللي انا ابيها وافقت done ما ابي cancel خلي هنا اسمائي اضغط عليك المادان في حال انا ما ابي شون اسوي